عايز بس اتكلم في جول الاهلي اللي تلغى بداعي التسلل وجهة نظر الشخصية ان هذا الهدف هدف صحيح اول مرة لما بتشوفها وانت قاعد بتبقى الصح انا اول وانا شايفة وانا قاعد بتفرج شفتها هدف مدافع سرابيكا مغطي الوف سايد ما عرفش انا بقول لحضراتكم هذا الامر لانه محدش يقول لي اصلي انت بتبرر اصلي انت مش عارف يا جماعة ده خطأ حصل زي الخطأ بتاع الهاني سليمان حتى انا سمعت الكابت الناصر عباسوه بيتكلم قالك انه 16 ثانية ماشي يا كابت الناصر 16 ولا 13 انا شايف ان الكرة دي جون انا شايف ان الكرة دي ايد معلول فقط اللي معدية والايد لا تحتسب وجهة نظري بقولها وبيني وبين حضراتكم محدش محدش يجي يقول لي ايه بقى والله اسلام اصلي انت بتبرر التعادل انا ببررش بالمناسبة التعادل انا شايف ان الفريق كان كويس جدا النهاردة ومشكلتنا في عدم ترجمة الفرص لاهداف دي واضحة من يعني من 3 اربع مطشات واضحة وبنقولها كل مطش بنقولها لكن يا جماعة الدولي حقي كنادي اهلي انا عايز حقي فقط حضراتك حاسب لي 5 دقائق وقت ضايع الكرة اللي امام حضراتكم دي انا شايفها قد تختلف وجهات النظر ولكن عشان نحسم هذا الجدل وانا حاسأل سامير عكاشا المخرج اللي معنا النهاردة برضو عشان اسأله في الامر ده لانه الامر مهم حسم الامور دي بيجي منين حسم الامور ده بيجي منين بيجي منين لو لو دايما من زوايا الكاميرا برافو عليك شكرا سامير من زوايا الكاميرا زوايا الكاميرا هي اللي تقدر تحسم لك الكرة زي دي وخلينا بس بالماشهد ده سامير معلش انا حتحرك لو فيه كاميرا من واقف وراء الحكم او الحكم المساعد على فكرة اللي انا بقوله ده مش حاجة جديدة لو فيه كاميرا وراء مساعد الحكم الموضوع كان منتهي محدش يقدر يتكلم كاميرا خلف المرمى وكاميرا وراء المساعد ده وكاميرا وراء المساعد التاني الموضوع انتهى عشان الفار ياخد صلاحياته صح ما نبقاش احنا عاملين حاجات بالنقط الكاميرات هتبين وتوضح كل حاجة محتاجين 12 كاميرا على الاقل يعني اللاينز مان زي ما حضراتكم شايفين كده لو فيه كاميرا واقفة وراه وجايباه هيبقى مبين الخط اللي قدامه عامل ازاي انا مش عارف اشرحها لحضراتكم معرفش وصلة ولا لا فايه المشكلة لما نجيب كاميرات زيادة هل ايه المشكلة يعني محتاجين حد عشان نظبط التسلل مش عشان حاجة مش للنادي الاهلي لكل فرق الدوري لان اللي حيركس كويس حيفهم ان الهدف ده انا بشوفه هدف صحيح طيب عارفين حضراتكم لو الكاميرا ده ورا اللاين مان هيحصل ايه حبقى واضح وصريح في ان انا بقول ان القرى دي يقف صيد ولا جون او لو فيه كاميرا مفروض اقل مباراة تلعب بالفار اتنشر كاميرا طب يا عم اسلام انت بتقول كده علشان انت تعادلت النهاردة لا والله العظيم ابدا ملهاش علاقة بالتعادل انا قلت موضوع التعادل ده في ايه فانا قلت ان فيه ضربة الجزاء اللي تم احتسابه طالما اللاعب دخل برجله كده انا بشوفها برضو كارتة احمر فكلمت للناس قالولي لا ما تبقاش كارتة احمر ان ده تهور طب انا بقى كرة علي معلول انا بشوفها راكل الجزاء هاتلي كرة علي معلول ليه حضراتكم بشوفها راكل الجزاء لانها تحسبت علي كتير انا كنت بالعب باكرايت مكان اللاعب اللاعب سراميكا كلو باطرة فانا تحسب علي راكل الجزاء زي دي كتير مجرد لمسة هي ما حصلش فيها حاجة كتير هي مجرد تلامس او لمسة اللمسة دي كان بتتحسب عليها راكل الجزاء زمان فما بالك دلوقتي انا بشوف ان هنا الكرة بشماله راكل واحد وعشرين ده لمس علي بشماله فبالتالي يحق له راكل الجزاء دي وجهة نظري انا بقولها لانه والله ما عشان الاهلي ولا عشان ان هي راكل الجزاء بصوا حضراتكم دفع بالايد ودفع كرة ركبة اللاعب راكل واحد وعشرين جات فغد علي اهو بصوا حضراتكم اللمسة دي انا كان بتتحسب عليها راكل الجزاء كابتن محمد عادل طبعا اللاعب نادي سراميك ما عرفش انا بقول وجهة نظري وفي النهاية بعد كل اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده متى سيتم احتساب الوقت الضايع بما يرضي الله يعني تخيل حضرتك عن كمية الوقت اللي ضاع في المباراة الاولى في الشوت التاني تم احتساب خمس دقايق وقت انا قلت حيدي عشر دقايق كابتن ابراهيم كمان من نوعية الناس اللي بتحب انها تقول ان انا بطبق القانون على الاقل سبع تمن دقايق مش هقول عشر دقايق يعني هدف مش هدف لم يتم احتسابه قلغي يا بداعي التسلل وجهة نظرنا انه هو هدف صحيح وانا بدي لحضراتكم الحلول الحل الحل في هذا الامر انه نجيب اتنشر كاميرا ويبقى فيه كاميرا وراء مساعد الحكب لكل فرق الدوري مش للنادي الاهلي مش للنادي الاهلي بس يعني وبعدين هنا سؤالي لكابتن ابراهيم نور الدين هو حضرتك شاف حاجة؟ كابتن ابراهيم حضرتك شاف حاجة؟ يعني هل هنا كابتن ابراهيم كمل اللعبة يا ساميل لو سمحت هل هنا انت شايف ان اللعب لمس من فوقه زق من تحته ولا لأ؟ ما اعتقدش ان انت شايف طيب في هذه الحالة كان من المفترض على حكم الفار كابتن خالد الغندور ان هو يندهلك على الاقل لحفظ ماء الوجه يعني يقول له يا كابتن تعال بصوا عليه هو كده مش شايف ده فيه 13 لعيب فيه واحد اتنين تلاتة اربعة على الاقل تلات اربعة لعبين قفلين الرؤية على كابتن ابراهيم نور الدين يبقى ازاي بياخد القرار السليم حتى لو هي مش بلانتي حتى لو هي مش ضرب الجزاء مين اللي يقدر يشوف حاجة زي دي؟ حكم الفار ما تحصل اقول له تعالى شوف الكورة مش ممكن يحسبها ضرب الجزاء وهي ضرب الجزاء من وجهة نظري وجهة نظرنا كلنا المجموعة اللي معايا في البيت الكبير كلنا شايفيني هي ركل الجزاء الصحيحة وكثير من جمهور النادي الاهلي شايف هذا الامر وقت ضايع كتير جدا ركل الجزاء لم يتم احتسابها هدف ألغي بداع التسلل مباراة مجموعة اللاعبين قدوا ما عليهم وجمهور الاهلي كالعادة يعني بصراحة محدش يتكلم على جمهور الاهلي بنص جمهور الاهلي ده أحلى حاجة في الدنيا هو اللي مخالي اللاعبة دي تتحرك بهذا الشكل فالنهاردة اليوم المباراة حلوة وكويسة وكل حاجة ولكن في النهاية خسرت نقطتين مهمين جدا في صراع البطولة اشتركوا في القناة